بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا اهتديا لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة في الله أربعة أمور كشفتها حرب غزة وما يجري الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة عرت هذا العالم وكشفت ضعفنا الأمر الأول أيها الأحبة وهو أمر مهم لأن كثير من الناس انخدع بهؤلاء اليهود والقرآن من قبل 1400 سنة بيّن لنا حقيقتهم وسبحان الله كل ما نراه اليوم يفضح هؤلاء اليهود ويؤكد صدق ما جاء به القرآن هؤلاء الذين أكرمهم الله ورفعهم على العالمين وكرمهم كثيراً وجعل منهم أنبياء وجعلهم ملوكاً وآتاهم ما لم يؤتي أحداً من العالمين على الرغم من ذلك قتلوا الأنبياء بالأمس قبل ثلاثة أو أربعة آلاف سنة كان أطفالهم يذبحون على يد فرعون اليوم بدلاً من أن يحمد الله عز وجل أن الله أنجاهم من عدوهم فرعون وأكرمهم وجعلهم أكثر نفيراً وأعطاهم هذه الخيرات لا يذبحون الأطفال متعمدين أنظر إلى الحقد الأسود الذفين لدى هؤلاء إذن الحقيقة الأولى أو الأمر الأول الذي كشفته هذه الحرب كشفت الوجه الحقيقي لليهود الذي ظن البعض لوهلة أنهم أناس مسالمون يريدون بناء دولة بسلام وأمان ويعيشون مثل باقي الأمم لا أحبتي في الله ما نراه من قصف للمشافي واستهداف متعمد للأطفال وهدم للمباني انظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى كيف كشف الوجه الحقيقي ليس أمامنا نحن نعرفهم طبعاً من خلال القرآن الذي حذرنا حذرنا منهم من 1400 سنة القرآن قال لنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من؟ اليهود أشد الناس عداوة للمؤمن اليهود في قلبه عداوة عجيبة حتى على أنبيائهم ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بعد أن أنقذهم الله من عدوهم فرعون بدأوا يقتلون الناس قتلوا الأنبياء تصور إنسان يقتل نبي النبي ماذا يريد منهم؟ يريد لهم الخير يريد أن يدلهم على الطريق الصحير يعني النبي لم يكن يهدف أو من أهدافه الزعامة أو الملك أو السيطر أو التحكم أو أن يضرهم أو أنه يريد الشر لهم؟ لا هو كان يريد لهم الخير يدلهم على الخير للأسف قتلوا الأنبياء وبالتالي ليس غريبا اليوم من يستغرب على هؤلاء كيف يقتلون الضعفاء يقتلون ناس أبرياء هذا الأمر أخي الحبيب غير مستغرب إذا قرأت القرآن تدرك حقيقة هؤلاء لذلك الأمر الأول أن هذا الوجه انكشف تماما وبالتالي إياك أيها المؤمن أن تأمن لهؤلاء اليهود إياك أن تأمن لهم هذه حقيقة ينبغي كل واحد مننا أن يدركها الأمر الثاني الذي كشف بهذه الحرب رأينا حامل الطائرات أمريكية من أجل إبادة الطفل ماذا تفعل حامل الطائرات رأينا زعماء دول عظمى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا يسارعون إلى هذا الكيان ليؤيدوه ويناصروه انظر انظر يناصروه على ماذا على قتل الأطفال يؤيدونه فيما في قتل الضعفاء والشيوخ والنساء انظر أخي الحبيب لا تنغر بهذا العالم الغربي الملحد في معظمه هذه عقدة الإلحاد لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من؟ اليهود والذين أشركوا الملحدين سبحان الله اليوم الذي اجتمع على المؤمنين هم اليهود والملحدين يعني مثل هذا رئيس فرنسا هذا واحد ملحد لا يؤمن بدين لو يؤمن بالمسيح لما سمح بالاستهزاء بأنبياء الله لما سمح بالهجوم على مقدسات ورموز المسلمين تذكرون رئيس فرنسا عندما وقف وقف ووضع رسوم مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام على مبنى حكومي وقال نريد أن ندافع عن الحرية يعني الشيء مضحك طبعا حتى الناس هناك غير مقتنعين بهذا الأمر هو يريد أن يحارب الإسلام هو ينقم على الإسلام لماذا؟ لأن إبليس وراءه من الذي يحرك اليهود والذين أشركوا يعني اليهود والملحدون من الذي يحركهم؟ إبليس والعدو الأول لإبليس هو أنت أيها المؤمن هذا العدو تعهد أنه سيضلك ويغويك حتى يدخلك نار جهنم معه سبحان الله إذن كشف الوجه الحقيقي لهذا الغرب المنافق أنهم يتآمرون على قتل النساء والأطفال العزل ثم يقولون يعني هذا نشر للحرية أو كذا يعني أو دفاع النفس أو كذا فهم ينقمون على الإسلام إذن هذا هو الأمر الثاني إياك أن تأمن لملحد مهما كان القرآن علمنا ذلك أيها الأحبة فأنت إذا كنت مؤمن إياك أن تأمن لهؤلاء الملحدين إذا لم تكن مؤمنا فهم أوليائك في الدنيا وفي الآخرة الأمر الثالث كشفت هذه الحرب مدى الضعف والوهن الشديد للمسلمين 2 مليار مسلم كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام غثاء كغثاء السيل يعني وصف دقيق جدا تخيل غثاء السيل ماذا يفعل ولا شيء عبارة عن عيدان وحطام وورق وأشياء غثاء تذهب ولا يستفاد منها شيئا عندما عندما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر أن المسلمين كثيرون ولكنهم غثاء كغثاء السيل إذن كشف لنا هذا الضعف ما هو سبب هذا الضعف أيها الأحبة البعد عن الإيمان البعد عن الإسلام البعد عن الله عز وجل وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ فَنَحْنُ لِلْأَسَفْ فِي مُعْظَمِنَا لم ننصر الله لم نقم شرع الله لم نسارع في فعل الخيرات لم نعبد الله حق عبادته لم لم نهتم بأي تعليم من تعاليم لا في معظمنا يعني وانظر إلى واقع المسلمين اليوم يأكلون الربا يلهثون وراء الملذات وراء الدنيا وراء المصلحة الشخصية على حساب الآخرين فلذلك قذف الله في قلوبهم الوهن الضعف ونزع من أعدائهم المهابة لا قيمة لهم للأسف ولكنكم غثاء كغثاء السيب الحل أن نعود إلى الله لا يوجد حل آخر الأمر الرابع أيها الأخبة الذي أراه تماما أمامي كشفت لنا هذه الحرب أن الحرب هي على الإسلام وليست على فئة من المسلمين ونحن قلنا هذا مرارا أن فرنسا عندما تضع الرسوم المسيئة وتحرض الناس على المسلمين هذا جزء من الحرب على الإسلام أمريكا عندما تنشر الفوضى في الوطن العربي كما حدث في العراق والسوريا وليبيا والسودان واليمن ومن قبل أفغانستان الذي ينشر الفوضى هذه لماذا يستهدف فقط الدول الإسلامية فكر فيها لا يستهدفون دولة غير إسلامية معنى ذلك أن هناك حرب ممنهجة على الإسلام وهذه الحرب اليوم على غزة هي جزء من هذه السلسلة الطويلة والتي بدأت منذ ألاف سنين بدأت مع إرسال الله للأنبياء حاربوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاربوا الأنبياء مقبلها حتى اليهود حاربوا سيدنا موسى واستهزأوا به وآذوه فإذن هذه الحرب على الإسلام ستستمر حتى يرسى الله الأرض ومن عليها وهي أمر طبيعي أيها الأحبة أنك أنت أمام الحق والباطل فهناك الصراع الحق يمثله المؤمن الباطل يمثله إبليس ومن معه من شياطين الإنس والجن إذن هذه الحرب ينبغي أن تنبهنا أن هناك حربا على الإسلام فينبغي أن تحذر أيها المؤمن طيب ما هو الحل أنا الآن هذه الأمور الأربع أن كشفت أمي ما هو الحل والله لا يوجد حل بالنسبة لك أيها المؤمن إلا أن تعود إلى الله القوة تستمدها من القوي العزة تستمدها من العزيز الله تعالى وضع شرطا لنكون في الأعلى في أعلى الأمم قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين شرط واحد فقط هو الإيمان أن تؤمن بهذا الإله العظيم أن يكون همك هو الآخرة وليس الدنيا في هذه الحالة سوف تشعر بالقوة حتى لو كنت وحدا في هذا العالم ستشعر أنك قوي لأنك تستمد هذه القوة من الله سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز فإذن أخي الحبيب سارى إلى الرجوع إلى الله الالتزام بالقرآن التمسك بهذا القرآن العظيم وتعاليمه العظيمة جدا وتعاليم القرآن على فكرة كلها خير لك يعني عندما يأمرك بالطهارة هذا خير لك طبيا أمر جيد الطهارة والنظافة الشخصية عندما يأمرك بالصلاة هذا أمر جيد فيه علاج للنفس والروح والجسد يأمرك بالصدقة أمر جيد لمن حولك من الفقراء يأمرك بالعفو يأمرك بالتسامح يأمرك بأن تحب الخير للآخرين فإذن أخي الحبيب كل هذه الأمور ينبغي أن تطبقها لتكون عبدا لله سبحانه وتعالى مؤمنا ستشعر وقتها بالقوة وعندما نتمسك كلنا بهذا الدين صدقوني لن يجد إبليس علينا سبيلا كما قال تعالى ولن تجد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نسأل الله عز وجل أن يرحم كل من قضى في هذه الحرب وأن يرفع الغمة عن الأمة وأن يكون معهم وأن يرحمهم وأن يرحم كل المسلمين في العالم وأن يعيدنا إلى هذا الدين الحنيف ويلهمنا التمسك بتعاليم هذا الدين ويرزقنا حب هذا النبي الخاتم والاقتداء به وأن يكون أسوى لنا في كل حياتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته